اشتركوا في القناة وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيسة وزراء المملكة المتحدة في السابع من ديسمبر الجاري برئاسة جلالة الملك المفدى رئيس الدولة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وذلك على هامش قمة دول مجلس التعاون السابعة والثلاثين والتي استضافتها مملكة البحرين وأشارت رئيسة وزراء المملكة المتحدة إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ ما أسفرت عنه هذه القمة معربة عن أملها في أن يسود السلام ربوع المنطقة والعالم خلال العام الجديد وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة التي أبدكها دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة مشيداً بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تطويرها في إطار مسيرة التعاون التاريخية العريقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة لأكثر من مائتي عام كما أكد جلالته أن البحرين كانت وما زالت ساعية للبناء والتنمية ومحبة للسلام والاستقرار القائم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل معرباً جلالته عن أمله في أن يسود الأمن والسلام كافة أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر